غزت حملت معها تراب وطنها لتستنشقه ذلك أن حب الوطن من الإيمان بل هو غريزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المحبة الوطن أغلى ما تملك في هذه الدنيا بعد الله والدين فعلينا أن نحافظ عليه حفاظنا على أرواحنا فهو الأرض والهواء والماء والنسمة كلنا جند لهذا الوطن علينا أن نحافظ عليه حفاظنا على أنفسنا قمة التدين أن تعيش قيمك وسط مجتمع تحبه وأرض تأنس إليها وقوم ترفع رايزك ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي جهدنا وفي وطننا إنه لو ذلك والقادر عليه أحبة الكرام في هذه المصافحة الجديدة من برنامجكم الدين القيم هذا البرنامج الذي نتناول من خلاله كل مظاهر الإحسان ومعاني التقوى والإيمان ومعاني الوسطية والاعتدال نتحدث كذلك من خلال هذا البرنامج اليوم في معنى مهم وهو حب الوطن وقيم المواطنة وكما قال الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظن علي كرام نقول نموت نموت ويحيى الوطن ما أجمل أن نموت لأجل الوطن ولكن الأجمل هو أن نحيا لأجل هذا الوطن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحينا حياة طيبة إنه لذلك والقادر عليه وكما في كل حصة يحضر معنا الأستاذ الشيخ مليح المرعشي مرحبا بك شيخنا أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام طيب أنت ضيفنا القار نرحب بك وعلى ما تقدمه لنا في كل حصة من إضافات ومن معاني جليلة وجمة ورشيقة خاصة نعم نسأل الله أن نوفق في ذلك اللهم أمين وكذلك يحضر معنا ضيفنا اليوم نورنا الأستاذ عبد الفتاح مورو شيخنا مرحبا بك أهلا وسهلا تحية طيبة لكم والمشرفين على هذه الحصة وللمشاهدين الكرام برك الله فيك وأنا معتز بأن أكون ضيفكم وأنا أكون بالأقل جوار الأستاذ مليح اللي أنا عندي معاه علاقة تستمر منذ أن حل بربوع هذا الوطن منذ 52 سنة إلى اليوم لا تزيد هالأيام إلا قربا ومودة وحبا عميقا أهلا وسهلا بالشيخ ما أجمل هذا الوطن عندما يجمع أمثال هذه القامات التي هي أمامنا الحمد لله نحن من خلال هذه المداخلة اليوم سنبدأ وكما في كل مرة شيخنا عبد الفتاح نعرش أنت شاهدت البرنامج إن شاء الله ولا لا نأخذ نبدأ بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مرة مثلا ناخذ آية يكون هذا هو المنطلق متعنا لعنوان هذه الحلقة ثم ناخذ قسم الأسألة إن شاء الله الحديث اليوم هو عن عبد الله بن عدي عن ابن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بمكة يقول والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت وردت في لفظ عند ابن ماجة وأحب أرض الله إلى الله يعني لو كان نقف عند بعض هذه المعاني أو أهم هذه المعاني والقيم التي نستشفها من هذا الحديث بسم الله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوطن ما هو هو أرض تعيش فوقها وهواء تتنفسه عليها وخيرات تعيش منها تشدك إليها فيجب عليك أن تكون وفيا لما قدمت لك هذه الأرض من خير وعطاء وما لاقيت من أهلها من حب وكرم ضيافة فتشدك إليها سنين وسنين أنا أخي الكريم منذ 52 سنة فوق هذه الأرض لم ألقى إلا الودة والحبة والخير والأنس فشربت ماءها وتنفست هواءها وسكنت فوق أرضها وتمرغت بترابها فأصبحت أعشقها عشقا لا يعلمه إلا الله إذن الله أمرنا أن نكون أوفياء لهذه الأرض أن نكون مخلصين لها أن ندافع عنها أن نحميها بأرواحنا بأموالنا بأبنائنا هناك رابطة قوية جدا تشدك إليها العظمة في هذه الأرض وفي كل أرض يعيش عليها بشار أنك كل ما غبت عنها اشتدت شوقا لتعود إليها فسبحان الله ما خرجت يعني عشت في بلاد بحكم عملي كديبلوماسي لكن دائما أحن إلى هذه الأرض أتنفس هواءها فأقول أين هذه الأماكن الجميلة التي عشت فإذا توفرت فيك هذه العناصر ووجدت فيها الخير تشدك إليها وأسأل الله أن أكون وفيا لهذه الأرض حتى ألقى الله وهو راضي عنه مبارك الله فيك ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عندما انتقل من مكة إلى المدينة ونعلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حبه للمدينة كحبه لمكة أو أشد يعني هي مسألة غريزة يعني شيخنا عبد الفتاح بالنسبة للإنسان أن يحبه لوطنه يعني الطبيعي هو أن يحب الوطن متاعه نعم يعني إيش معنى وطن ما هو المكان الذي نشأت فيه يعني الذي بنيت فيه شخصيتي في الوطن تعلمت في الوطن أخذت عادات الناس أخذت منهم أساليب حياتهم أساليب تفكيرهم وفي الوطن أنا أصبح فاعلا لأصنع تطورا لذلك لتلك الأرض ولأولئك الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عاش فترتين في حياته الفترة الأولى الأغلب هي حيث ولد حيث تربى حيث مارس شخصيته كشاب مارس شخصيته كزوج مارس شخصيته كوالد والذي مارس شخصيته كنبي تلقى الوحي وأصبحت أمامه آفاق لما انغلقت أمامه أبواب ذلك العطاع لم يرغب في أن ينقطع عن الحياة فكون لنفسه وطنا جديدا هو الذي شهد إنجازا جديدا ولذلك أصبحت المدينة بالنسبة إليه وطن الإنجاز ومكة هي وطن التكوين والإنسان لا ينفك عن محيط يؤثر فيه ولذلك تبقى دائما بدن صورة ذلك المحيط عالقة بذهني الأستاذ مليح ولد في غير تونس لكن تونس بالنسبة إليه هي أرض الإنجاز هي التي باشر فيها عمله أصبح فيها أستاذا وأصبح فيها قادرا على أن يكون عقولا سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي أرغم على الخرجين من مكة وكان يرغب في أن يبقى فيها أرغي مع الخرج لكنه لم يكرهها لأنه فاهم بأن ظروف الزمن لم تكن تسمع له بأن يباشر شخصيته بالعطاء فانتقل إلى المدينة المنورة وأصبحت بالنسبة إليه أرض عطاء يعني وطن إنجاز أصحابه كانوا يحنون إلى مكة المكرمة تذكرون أن بلال الحبشي عندما دخل المدينة المنورة أصيب بالوباء كان عندهم باليوديزم كان عندهم مرض وخم نسميه إحنا الوخم في تونس كان وجود في المدينة كل من يدخل المدينة يصاب مدة وخم ستة عشر ما عشي يزرسه القائد بابكر صديق مريف بلال نفسه مرض كان بين الفينة والأخرى يطلق عقيرته بأبيات يتذكر فيها إذخر مكة ويذكر شعابها ويذكر فيها أشجارها ويذكر فيها حيواناتها إلى أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهدأ من روحه ودعا له بأن يبارك الله في المدينة له ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كذلك وشفاهم الله تعالى نعم بارك الله فيك ولذلك كانوا عندما يتهدون نعم يقولوا فقالوا لهم حطمتهم حمى يثرب يعني باعتبار أن كما قلت المناخ ربما كان له تأثيرا عليهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة مهم جدا دعا بالبركة لهذا البلد الطيب وهذه سنة نجد أن سيدنا إبراهيم عندما هاجر كذلك قال رب يجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني مسألة الدعاء كذلك الدعاء للبلد كما ذكرنا الشيخ منذ قليل أن يدعو لبلده بالبركة وإن شاء الله نختم كذلك في آخر هذه الحلقة بدعاء أن ندعو لوطننا أن الإنسان ربما نكون قد قصرنا في هذا ندعو لأنفسنا ولا ندعو لأوطاننا لا ندعو للمجموعة فكلمة منك يا أستاذ في هذا الموضوع في بابي الدعاء خاصة وتخصيص الوطن يعني أن نخصص من دعائنا لوطننا والله أنا دائما أقول لأحبتي أننا علينا أن نحمي هذا البلد نعم أن ندافع عنه أن نفعل كل فعل يزيد في تطوره وتقدمه وازدهاره لأننا نأكل من خيره هذه الأرض لو مسكنا حفنة التراب لوجدنا أن لنا جذورا فيها فعلينا أن نحافظ عليها حفاظنا على أرواحنا لأنها ليست لأنها مصدر رزق لا لأن الله أمرنا أن نعمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ يد عامل يزرع أرضه أخذها فقبلها وقال هذه يد يحبها الله ورسوله نعم إذن أنا أتعجب من أولئك الذين يحطمون أولئك الذين يهدمون أولئك الذين يعبثون عليك أن تحافظ عليها حفاظك على روحك فلماذا لأنك ستحاسب أنت إن غرست ثمر شجرة نلت أجرها إلى يوم القيامة فبالمفهوم المخالفة أنك إذا أسأت لهذا الوطن فستحاسب عليه في آخر الزمان يوم تقوم الساعة لذلك حب الوطن من الإيمان علمنا رسول الله علمنا رب العزة أن نحافظ على أوطاننا أن نحبها لأنك أخي الكريم إن أحببت أعطيت بلا حد الأم عندما تحب أولادها تضحي بأغلى شيء عندها وحياتها في سبيل أن تحافظ عليه فما بالنا نحن هذه الأرض التي أكلنا من خيرها وتنسمنا هواءها وشربنا ماءها ربما أكون أنا أكثر حبا وعشقا لأنني وجدت الأمن والسلامة والحب والراحة والألفة من فوق هذه الأرض ومن أهلها برك الله فيك الله مجعل هذا البلد آمين نعم الحمد لله لكن شيخ نعب الفتاح ونحن نتوجه خاصة للشباب عندما نحدثه عن قيمة حب الوطن اللي هي السلوك قبل ما تكون شعار وهذا الوطن هو بأهله يعني الوطن في نية الأمر هو ليس فقط ماء وهواء وإنما هو ذلك الساعد ذلك الإنجاز الذي تحدثت عنه فيقول لك الشاب يعني ماذا أعطى لي الوطن حتى أعطي له الشاب هذالي اليوم يفكر في الحرقة أكثر منه حاجة أخرى فماذا نقول له شوف سيدي احنا تحدثنا عن محبة الوطن وكأنها حالة وجدانية فقط نعم صحيح هي حالة وجدانية هي حالة الشوق والتوق المحبة الأنس التلذذ وهي حالة ارتفاع روحي فينا لكن رسول صلى سلم عندما انتقل إلى المدينة المنورة لم يترك حالة وجدانية حولها بصحيفة المدينة إلى واجبات حقوق نعم ولذلك كان أكبر إنجاز قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة إنجاز دستوري قائم على صحيفة في 50 بند 50 فصل نعم ما هي هذه الخمسين فصل قائمة على عنوان يتمثل في أن الوطن يحميني وأنا أخدمه هذه القضية الوطن حماية ليش أنا في وطن الوطن هذا يحميني عندما نمرض عندما نجوع يقريني يعلمني يفتح لي سبل تفتح شخصيتي وازدهار كياني ووجودي في مقابل ذلك أنا أخدمه ولذلك جاءت صحيفة المدينة تشكل مرحلة أساسية في البناء الوطني الوطن يبنى بحقوق وواجبات مش بتمشليق والبوس وسلم على خالتي لا يزم حقوق وواجبات أشنية هالحقوق وواجبات قلنا أن يكون الوطن نحن مسؤولون عن سلامته سلامة ترابه سلامة استقلاله سلامة خياراته أن يكون فيه أمن أن يوفر لكل متساكني حاجياتهم هذا بجهدي أنا ولذلك اللي يقعد في داره ويده مفتولة ويستنى باش في الليل يخرج يتلاهما يقول الشيخ مليح إن حيلو البرتابة نقتل بشي يكلم بنته هذا كاعتداء على العقد القائم بينه بين الدولة نحن ما عناش عقد اجتماعي بيننا كأفراد فقط نحن بيننا وبين الدولة عقد العقد بين الدولة وبيننا أحنا دخلنا في حمايتها لكن هي كذلك نخدمها لتحقيق هذه الحماية تقول لي الشاب يقول أشاطاتني والله سؤال حلو ياسر ليش الحلو لأنه قبل ثماني سنة ما كانش يتطرح هذا حليش قبل ثماني سنة كنا محرومين من استقلالنا محرومين من خيراتنا محرومين من عالمنا وكنا الراعة غيرنا تخلي بلادنا وقالنا أنتم متعرفوش تعيشوا ها بش نعملكم طريق ونجيبو لكم كرهبة وركبكم في بيوس بش تمشيوا للمدرسة وأني دخلت لكم الماء ودخلت لكم الضوء لأنكم أنتم متعرفوش تعيشوا ورغم عن ذلك كرهناه وقلنا نخرج من بلادنا لأن وجودك في بلادنا هو اعتداء على سيادتنا وكرمتنا اليوم ما عايش عنا مستعمر أجنبي تصورنا أن مهمة الوطن ما عايش موجودة قلنا الوطن حماينا قبل من المستعمر اليوم يبناش مجي يحمينا الوطن بالنسبة لنا ياسي الوطن أقضينا الوطن يقضيلك كما أرضك تقضيلك فما فلاح يخرج للأرض متاعه ويجيه لخريفه وصبر مطر يقول لها بالله يطلع الجمح ويجيب الشعير ومبعدت ونعطيك الأسمي حكا ما نتعودنا بأن العطاء منا هو الذي يوفر النتيجة لصالحنا نقول اليوم احنا في بلد مستقل والحمد لله نحقق فيه كرامتنا نسعى لبناء مستقبلنا ومستقل لأبنائنا وأن الوطن ما أقول شي ثمرنا كلها أنا فقط نفكر في أولادي بشكلها كما اللي قبلي أنا ما للي ما تقبل واللي تفينك واللي تقتل على خاطر هو يتحارب هو معمر من معمرين واللي عد 40 سنة في الحبس في عاد الاستعمار واللي تكسر واللي مات وما حصلش خبزة واللي كان يلبس جبة مرقعة واللي كان يمشي حفيان في الشارع ما ذكبناه بش أنا ناكل والليوم أنا نبني بش تستمر حقوق وواجبات في هذا الوطن نقول لأولادي أنتم مطلوب منكم بش تعييوا مستقبلكم مستقبل غيركم كما غيركم هيا مستقبلوا قبل واللي ناوي بش يهند على أمته وعلى شعبه هو اللي مش مدرك واجبه واجبنا اليوم أن نعيش واجبنا أن نعمل واجبنا أن نثبت شخصيتنا نثبت كياننا نثبت كياننا بخدمة أنفسنا وخدمة غيرنا ولعل أكبر وجه من أوجه حب الوطن هو خدمة الوطن لصالح أبناء الوطن وإلا بش يولي الأستاذ اللي قرريني من عليها يقول لي وكاموش هنارك يحشك حيوان والأخر اللي يقيم العدل قاضي يقول لي وكاموش هنارك قتلت جارك وقتلك جارك يعني يولي فما مزية واللي في واد كساب عنده شوية ماء والله يقول لي جمعت تونس لكاموش هنارك ولا أنتم هم تشربوش شربة ماء واللي عنده عين في زهوان يقول لكاموش هنارك ما تتوضوش راكم الشايحين أسهك ومبعد يجيني اللي عنده شوية جمح في الكاف ولا في سليانة يقول لكاموش هنارك ولا راكم مجواعة وجيني السيد اللي عنده معمل في قصر أهلال يقول الله لكاموش هنارك طبا من قدام وطبا من تادي ياركو مزنطة في الشوارع المعنى هذا هو معنى يخالف الشعور الجماعي الشعور الجمعي الوطن هو مجموعة أنشطة جمعية تصب في تكافل لمصلحة وطن سيضفي سلامة على كل أفراده الذين يعيشون فيه ومذبية أولادي يترباوا على هذا المعنى بيش يترباوا على المعنى هذا يقرأوا تاريخ بلادهم هو هو اللي اللي يكلم فيها هكا ما يعرفش تاريخ تونس ما يعرفش تاريخ العالم هو اللي يربينه على محبة الوطن هو أمجادها هو تاريخها هو نظال أهلها ووقت اللي نكون عنا في بلادنا احنا كان عنا حنبعل وكان عنا قرطاج ومن بعد وليت عنا القيروان وليت عنا المهدية وليت عنا تونس وولينا قادرين على النشاع في البحر المتوسط وولينا عنا علماء وعنا ابن عرفة وعنا الإمام سحنون وعنا ابن خلدون وعنا غيرهم من العلماء وقتها ندرك قيمة الوطن ورغبتنا في أن نحافظ عليه شكرا نعم برك الله فيك شيخنا على ما تفضلت به معاني مهمة جدا في حب الوطن وتحدث عن العمل عن إتقان عن الروح الجماعية خاصة نحن نقول كل واحد يجبد ليه لا وإنما يجب فما هناك معنى التضحية كذلك تحدث عنه وأشار ليه ربما في طيات كلامه معنى التضحية في الحديث عن الوطن وهذا أستاذنا خاصة نلقاه أنه المسؤول أو الراعي مهما كان الراعي هذا أب أو مهما كانت السلطة أو المسؤولية لعنده وجب أن يعطي المثال في ذلك في حب الوطن حتى من شوفوش مظاهر اللي هي فيها خيانا للوطن من قبيل الاختلاص أو الفساد بأنواعه لأنه هذا في الحقيقة يغرق السفينة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السفينة فلهنا شيخنا نقاو أنه هناك بعض الناس اللي يستغلوا هذه الخيرات هذه الموارد متاع الوطن يقولوا نحن نحب الوطن نموت ونموت ويحيي الوطن ولكن بعض منهم فإنه يفسد في هذا الوطن ويبيع الخيرات تنتعه بأبخس الأثمان ولا يرقب في هؤلاء الناس اللي ولا ذمة فهنا في هذا الباب يعني لو كان نتحدثوا على هذه الخيرات كيفية الحفاظ عليها كما يكون عن سؤال ونربط هذا بسؤال اللي موجود تقول أن هذا الشخص مثلا رجل يستحق لتر ما فقط بشيء يتوظى فإذا به يعني يسرف عشرين لتر لأجل أنه يتوظى هل معنى هذا المهم الذي نحتاج إليه كيف نقيم معنى الإحسان ومعنى حسن العبادة في علاقتنا بوطننا وقيم المواطنة شوف يا سيدي ولا تبذر تبذيرا إن المبذيرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أنت إذا عرفت أن كل ما تفعله ستسأل عنه نحن عندما نعيش عشر وعشرين وثلاثين سنة في بلد نحاسب على كل تصرف نقوم به سواء عن طريق أجهزة المراقبة الآلية أو عن طريق أجهزة الدولة المراقبة أنت كأستاذ أنت كموظف عندك جهات تراقبك وتحاسبك نحن في إيماننا العميق نعلم أن هناك حسابا نحن نعلم أننا زرعنا فأكلوا ونزرعوا فيأكلون هم زرعوا فأكلنا ونزرعوا كما تفضل سيدي عب فتاح ونزرعوا فيأكلون لأن الحياة لا تنتهي بانتهائنا نحن الحياة مستمرة فاترك أثارا كما تساعدوا في يد أحدكم فسيلة فليغرسها فليستطاع أن يقوم حتى يغرسها فليفعل الآن نحن سنحاسب القضية إيمانية المؤمن لا ينظر إلى جهاز المراقبة الموجود هنا وهناك حتى تراقب وتسجل أعمالك لا نحن عندنا مراقبة ذاتية ومراقبة وجدانية ومراقبة إلهية أمرنا بأن نقتصد بالماء لأننا نترك لغيرنا لأجيالنا الذين سيأتون مورد مال مورد ماء ورزق علينا أن نخلص أن نزرع الأرض كما أمرنا أن نعمل كما أمرنا لماذا لأننا سنترك أثرا وبصمة قال الأثر يدل على المسير إذن لابد أن نترك أثرا لماذا لأنك ستحاسب مشكلتنا أخي عبد الكريم نحن في عنا الإنسان يعمل العمل هو هو لكن بعض الأحيان أنا أعمل فأقول لأن هناك جهة ستراقبوني أنا أريد أن أخلص لأن المتفقد العام سيأتي يراقبوني فأنا أخشى من المراقب العام الذي سيراقبوني قضية الإخلاص أما المؤمن يعلم أن القضية ليست قضية مراقبة لأن الله أمرني إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنهم فالله أمرني بالإتقان لأنني سأخذ أجري عنده يوم ألقاه وأمرني بأن أعمل لأنني فرد في هذا المجتمع علي أن أدفع ثمن حياتي فوق هذه الأرض والانتفاع بخيراتها إذن عندنا حساب دنيوي وحساب أخروي لكن ماذا يبقى؟ يبقى الضمير الضمير إن ما رويته بماء الإيمان لا ينبت إلا شره أنت والمجرم أنت والسارق ما الفرق بينكما؟ أنك ربيت على الإيمان فأخلصت فأعطيت فكنت كالوردة كنت كالثمى كالشجرة المثمرة وذاك بمعول يهدم ما بنيته أنت وما جمعته فعلينا أن نعمل قطرة الماء هذه إن لم أشربها سيشربها ابني قطرة الماء إن لم أحافظ عليها سيجوع ويعتش ولدي فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم بارك الله فيك شيخ مهم جدا كان تحدث شيخ عبد الفتاح شيخ مليح شيخ عبد الفتاح كان تحدث عن مسألة العمل والإنجاز في المقابل كنا تحدثنا على الشاب اللي يقول لنا ماذا قدم لي الوطن حتى أقدم له في المقابل فمشكون الذي ربما يستنقص من العمل الذي يقوم به أو يقول لنا ما عندي ما نقدم للوطن يخيناش عندي ما نعمل ما عندي ما نكسب حتى شيء بماذا سأنفع الوطن شيء يستحق مني هو بش نعتيه أنا عاجز عن أن أعطيه أو ربما لم تتوفر لي الفرصة حتى أعطيه أنا إنسان عاطل عن العمل فليس لي من جهد أو من شيء أو من مال حتى يعني أفيد به هذا الوطن فماذا نقول شوف سيدي حزميني ورزميني وعلي باب البيت ورميني وشوف الرجال استخسر اللي يقول الكلم هذا نعم كأنه فاقد الإرادة والقدرة وفاقد التصور أنا راني مليش بقرة يركبوا لي حبل ويكركروني بش ناكلت بن وناكل الجمح راني إنسان قادر بش نختط طريقي أنا لا أعلم أن في الحياة شخصا تميز بكونه قائد أو بكونه مخترع أو بكونه نافع العالم لم ينطلق من إرادة ذاتية كسرة الحجر وفتحة الطريق ولذلك الشباب اللي يقول لنا أنا عاطل على العمل فماش عاطل على العمل أنا عندي ألم نجعل له عينيني ولسانا وشفتين وعندي زوزي الدين تخدم ونصور الفرنك منين كان وقادر بش نكون الثروة بإرادتي وإيانا ثم إيانا أن نلقي عجزنا على غيرنا لأن هذه فيه إلقاء العجز على الغير موش معناها أني أنا ما نستحقش خدمة الوطن مسؤول عليها بش يخدمني ومسؤول عليها بش يعطيني مكانة لكن إذا عجز الوطن أن يعطيني هذه المكانة حينا فأنا أجد لنفسي مكانة أصنعها بنفسي ولذلك نعرفه ونفهمة ناس تخصوا بشهادات محددة ملقاوش في مجال الشهادة متاعهم مش هوا عملوا تكوين آخر عملت تكوين متاع 6 شهر وخرج من كونه أستاذ أنجليزية إلى كونه معلم من براعات يدوية حل حنود تسلف 50 دينار من عند بوه الشراقات عمل هنا بحغادي لعبد الرحمن بن عوف وقت اللي يدخل هو والصحابة الكبار اللي جاءوا من مكة المكرمة ما عندهم شيء عبد الرحمن بن عوف أكبر تاجر في مكة وقت اللي قال أنا بشهر يدخل الإسلام وعقدوا عسو عليه عملوا لديوانة في باب مكة هو خارج هفر كسوه يلقوا عنده قطايا ذهب منين هززوا منهم قالوا هذي متاعي أنا خدمته تعرفوني تاجر قالوا ذهب هذا يكسبته هنا يقعده هنا حاجتك بقضك أخرج أنت والسورية متاعك خرجوا وسوريت وتخل المدينة المنورة ما عمله سيد بيس أصلم فرح به وسيد قومه وقالوا واحد من صحابك قالوا برهزوا لي لعشيه وشوفوا فبعد العشاء قالوا يا عبد الرحمن أنت ما عندك تتحب التجارة شنو الفن اللي تتحب التاجر فيه ونحطيك رسمان قال لا دلني على السوق وشي أخرج السوق غاب ستة شهر على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد ستة شهر شافوا في المسجد عمل الزعفران علامة الزواج شنو قالوا اتو اتزوجت قالوا ايه كيف ايش عمل قالوا ماني هبطل السوق واخدمت حمال عندي بدني هزة تحمل الثاني لم يتفيها أربع سانتي مشيت شريت قدومة واخذيت لها عود ركبتوا فيها ومشيت تنحطب وليت حطاب بعت لحطب والآن افتح التجارة أنا أولادي اللي عاطلين عن العمل اليوم قادرين بش يكسروا الحجر موش الحجر المادي الحجر اللي في الأذهان موش معنى هذا عنا خالصين معاهم احنا مشيئين لهم احنا مسؤولين عليهم احنا غالطين احنا مذنبين لكن ما تتعطلش المسيرة بش يقول لي انتي غالط وانا نقول له مش غالط ايه ومبعد كيف يشتعيش ولدي موش تكسر الحاجز النفساني والحاجز الاجتماعي بش تحصل لنفسك مكانة وعلى المجتمع أن يعينك على ذلك ونحب نقول في الأخير نعم أن الأزمة هذه مرت بها كل الأمم نعم يا أخي اللي يعرف الأزمة منت عام 1929 اللي وقت في أمريكا والخبيس الأزود اللي يشوف الأزمة اليوم اللي عطلت أمريكا وعطلت أوروبا واللي ضربت الناس في صميمهم طائرات مع الشطير شركة السياحة سكرت الوتلا سكرت التجارة الحياة الحلوة اتعطلت 32 مليون عاطل عن العمل الموجودين الآن في أمريكا في دونهم شهادات وممكانياتهم معنيش مبرر في الواقع التونسي رأوا الواقع التونسي غلط رأوا ما نحن فيه اليوم من أولادنا اللي عندهم شايد وما يخدموش رأوا يخجيلونا في العالم عيب علينا نقولوا للكبراء للسياسيين نقولوا الروحي ونقولوا الأمثالي رأحنا مطالبين باش نوفروا لشبابنا قدرتهم على أن ينفتوا على الحياة يحبوا الدنيا أنا شايم انسيت هالدنيا لكن هدكا ولدي اللي عمره 30 و40 سنة ما نحبوش الأراه اليوم وهو كئيب قاعد في قهوة في تركينة يطلمط بشاذ يخلص عليه قهوة ونخلق نعطيه سجيرة اليوم احنا مطالبين مش نوفروا له ماذا لكن هما يعانون بهذه الإرادة المستجدة اللي قادرة على تحويل الفقر إلى غناء والضعف إلى قوة أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم مختلوا انتقلوا إلى المدينة يخشكونوا محمد ما هو كان سليل عائلة أبي اسسمه بني هاشم مش عبد المطلب جده الفرع اللي هو فيه هو أفكر فرع موجود في قريش كان قليل فقير ما عنده حتى شيء كان يرعى الغنم على قراريته راجل ما يملك شيء علي بنوبي طالب وقتلي جاء بشي عرس ببنته وما لقلش بشي عمل وليمة علي بنوبي طالب قالوا أنا ولد ابو طالب من قليل الفقير ما لقلش بشي عمل وليمة عطاها الدرعة متاعه تيباع درعهم بعد وقتلي بشي عمل الوليمة مش هالواحد يهودي شراء من عنده حمل عشب ومش هاباعه في سوق باش تصور بيها ربع صور دي باش شراء بيهنجا وكلوا بيها الناس لكن هذو ما تحاولوا بعد ذلك إلى قوة لا شوف وقتلي جاء هارون الرشيد في عام 150 اللي كان قلها صبي حيث وشتي فسيأتيني خراجك نتيجة آش نتيجة عرقك القليل نتيجة عرق محمد صلى الله عليه وسلم اللي مات هو على الحاف في القاعة ووقتلي مات قالوا فماش حد يسالوا فلوس جاء واحد يودي قالوا نسالوا سبعة دنانير سبعة دنانيرات تلاثين جرام اذهب نسالهم له ومات عليه الدين وبعولوا جزء من رزق متاعه به الدين الأمة هذه لن يتعبها الفقر والخصاصة مدام عندها عقل مدام عندها قدرة على تعطيل هالخلومة والكسل والاقتقوقع وعلى بعث الأمل في النفس فانا قادرون على أن نغير واقعا ولذلك مستقبل نباهي قادرين أنا خلطت أكبر منك الشيخ ما شافش تونس في الوقت ذاك أنا نعرفها كنا كنابتوا بباب سويقة والحلفة وين ما يتعدى شي واحد إلا عنده جبه مرقعة ولا عنده نقدرون مرقعة ولا عنده بلوزة مرقعة والصبابط يقعد في ساقه الشلاكة والصبابط يقعد أربع سنين وخمسة سنين حتى يعيف روحه اليوم الحمد لله دينا نترفه باشي بالجهد متاع أبنائنا وبناتنا وبعقلنا وبإدراكنا وبقدرتنا واليوم نحن قادرين باش نوليهم مركز من مراكز الاستقطاب في منطقتنا لأننا نقدم فكرا ورأيا وعملا وسعيدا بارك الله فيك جميل جدا يعني لما تحدث الشيخ سيد عن مسألة يعني خاصة البناء بناء الوطن وعن العمل كذلك نقول أن يعني حب الوطن وهذا البناء فيه دعائم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فكان من بين هذه الدعام بعد أن بنا مسجدا صلى الله عليه وسلم كان الأس المهم في هذا هو الإخاء والمؤاخات بين المهاجرين وبين الأنصار يعني هذه ركيزة لحب الوطن فهذا الوطن الذي سنحبه نحبه من خلال علاقاتنا من خلال الإخاء بيننا أن نظهر نحن المودة بيننا حتى نحب الوطن ومن في هذا الوطن فهنا هذه الصورة هذا الحب سيأتي من الفاعلين من الفاعلين هل اللي هم موجودين في الوطن هم الذين سيحببوننا في الوطن هذا الأب هذا الأم هذا الجار هل النسيج المجتمعي هذا هو عندما يبين معاني الحب كما تحدث على عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة هم كانوا يتقاسمون ما يملكون فهذا أس مهم في مسألة حب الوطن هل تحدث على يعني كيف نشع المحبة بيننا أولا قبل أن نتحدث عن حبنا للوطن يا سيدي الأمر بسم الله باشا الله سيدي أعطفتاح يعني أصحب في هذا الحديث الحلو والشيق عليك يعني عليك أمران الأول أن ترضي ربك نعم الأمر الثاني أن تبذل جهدك فإن أخلصت لله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب الخير طيب وإن بذلت الجهد ثبت هذا الخير واستدام نعم إذن ماذا علينا علينا الآن مثل ما تفضل تونس رغم صغري حجمها المادي الجغرافي الجغرافي الرقع الجغرافي الآن الكل يريد أن يأتي إلى تونس ليستقر فيها إن عدم الأمن والأمان في العالم الفوضى قد عمت نعمة مغبون فيه كثير من الناس الصحة والفراغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آمنا في سربه معافى في بدنه عند وقوت يوم فقد حيزت له الدنيا بأجمعها فالحمد لله يعني هذه أمور جميلة جدا علينا أن نحافظ عليها علينا أن نحميها من كل ما يهددها فإذا كان هناك الإخلاص وكان هناك بذل الجهد وكان هناك الوفاء وكان هناك الأمن أصبحت حيزت لك الدنيا بأجمعها نعم نسأل الله أن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين جميعا بلاد خير وأمن وسلا ربي بركلكم وربي إن شاء الله يحفظنا وإياكم أجمعين إن شاء الله ربي بركنا فيما أعطانا ويعني شوف هنا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه نعم وقال لي كان من أكثر الناس العداء للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وقال لي كان بلدك أبغض البلاد إلي فأصبح بلدك أحب البلاد إلي لما شاف الأعمال ولم شاف سلوكات الناس اللي هم حملين هذه الراية وحملين هذا خاصة المسؤولية المهمة المتعلقة بحب الوطن إن شاء الله ربي يحفظنا وإشاء الله ربي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتابعونا أحسن أمين رب العالمين شكرا لك أستاذ شيخنا مليح برك الله وفيك على حضورك معنا كما في كل حلقة شكرا كذلك شيخ عبد الفتاح مور إن شاء الله يا ربي في لقاء آخر سعدنا كثيرا بلقائك شكرا لكم معزائنا المشاهدين على حسن حضوركم معنا وعلى تواصلكم معنا إن شاء الله يا ربي نكون قد وفقنا فيما قدمنا لكم وإلا أن نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم